موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نبدأ الحلقة الخامسة والأخيرة لهذا العشبة العجيبة القوية الألوة وهي الحريقة أو القراص اليوم رح نتكلموا على تكلمنا على الجانب الصحي وكيف نستعملوها اليوم نتكلموا على استعمالتها في النسيج بلتنخدموا للملابس وإذا كان أمكان الحال في الفلاحة فقلنا هذا العشبة عشبة مهمة جدا ولهذا خصصنا لها عدة حصص خمس حصص تستعمل للصحة تستعمل للحيوانات تستعمل للحشرات في الآخر تستعمل في النسيج وفي الفلاحة فاليوم رحين نشوفوا استعمال هذا العشبة في النسيج وإذا كان هنا الوقت نشوفوا في الفلاحة أيضاً الآن نشوفوا في الغرب في أمريكا في فرنسا في ألمانيا في بلدان أخرى في أوروبا هناك فلاحة قوية للحريقة هناك مزارع كثيرة وكبيرة ومخصصة لهذه العشبة الحريقة لأن استعمالاتها الصناعية مهمة جداً وتجيب موارد مالية للبلدان التي تخدمها قوية جداً فكما رحكم تشوفوا الآن هذه مزارعة في فرنسا زارعين الحريقة وعندهم مواد وآلات كبيرة يحصدوا بها هذه المادة ألا وهي الحريقة وهي مجاناً هنا نشوفوا في مزارعة من جهة يحصدوا في الحريقة ومن جهة أيضاً يغرسوا فيها من جديد فيما يخص النسيج الحريقة هناك نوع اسمه رامي اللي تستعمل وكانت تجربة في الجزائر في 1880 تقريباً أو حتى قبلها نجو لها في الأخير إذا كنا الوقت فهذا النوع من الحريقة اللي اسمه رامي يستعملوه للنسيج يستعملوه بيدروا أحبال بيصفوا المياه والصيناعة تستعمل فيها تقريباً بثفة قوية من منذ الستينات واسمها رامي ولي اسمها حريقة الصين ولا الحريقة الهند هذه عشبة ما تموج كي تبدأ تنبت تبقى دايماً تجي ونقطعها وتبولي جي وكأن الله سبحانه وتعالى قالنا أن العشبة هذه فيها منافع للصحة تعالإنسان وللبيئة تعالإنسان وللمشية تعالإنسان عجيبة جداً فهي موجودة في كل بلدان المغرب الكبير موجودة في أوروبا في الصين البرزيل المكسيك وتقول المنظمة الدولية للفلاحة بأنها موجودة في شمال إفريقيا أيضاً هذه صورة لقطف الحريقة هذه هنا حق الكبير للحريقة هذه صورة له نشوفوا في الصورة هذه كيف الحريقة نحولها لأوراق ويخلوا الخيوط انتحها هذه والخيوط انتحها ينشفوهم يجفوهم هنا على أعمدة قبل ما يستعملوهم في النسيج هذه صورة أخرى للحريقة للطامرة الحريقة اللي يبسوها وقبل ان تحويلها إلى خيوط للنسيج هذه صورة أخرى تشوفوا كيفاش الحريقة يسقموها ويبدوا يعدلوا فيها بيدلوا فيها خيوط هذه صورة أخرى للحريقة بدأت تحويلها الحريقة هنا بدأوا يخدموا بها الأحبال أحبال صغيرة أحبال كبيرة يخدموا بها السيكان هذو بتاع البطاطا كلهم يقدروا يخدمون بالأحبال بالألياف تاع الحريقة هنا نشوفوا الحريقة بعد ما صبغوها أعطوا لها الألوان اللازمة قبل ما يستعملوها في النسيج في استعمالها في الملابس هذه آلة اللي تعملنا الخيوط انتاع الحريقة وهنا نشوفوا كيفاش الخيوط هذو أولو رقاق ويدرهم كبات كبات هكذا باش يستعملوهم بعد ذلك الحريقة على الخيوط هذو يستعملوهم في تريكوتاش بيستعملوهم بلزيقوي كما يقولوا يقدروا يعملوا بهم أي ملبس أي ضربية بالخيوط انتاع الحريقة هنا نشوفوا تريكوت مخدمين بالحريقة على ألوان مختلفة وموجودين الآن في كثير من بلدان الأوروبية وفي الهند والصين موجودين منذ زمان ونشوفهم بعد المزايا التحهم في الأخير هذا نص من القماش المخدم بالحريقة أيضا نلحق الآن هنا محاولة في فرنسا منذ تقريب عشر سنوات باش يخدموا الجينز الجينز يخدموه بالحريقة مية في المئة مية في المئة جينز عندما الإنسان يشوفه ما يعرفوش ولكن مخدم مية في المئة في الحريقة هذه محاولة في فرنسا موجودة حاليا في الخمسينات كانوا يخدموه حتى الجبات تتعنسا بالحريقة اللي كانت تجي في ذلك الوقت من الخيط التاحها كان يجي من الهند والصين ما هي المزايا انتاع الخيط انتاع الحريقة انتاع نسيجة تاع الحريقة نحن نشوف بنا الملابس اللي مخدمة بالحريقة اولا تخلي الهواء يدخل بين الجسم تاع الإنسان فخاصة في الصيف الملابس هذي مهمة جدا لأن الإنسان ما يحش بالحرارة اللي تبقى داخله احنا شوفنا الملابس اللي مخدمة بالالياف الاصطناعية اللي في بغسنتيك غالب الأحيان تغلق الجلد تاع الإنسان ومتخليش يتنفس والجلد التاني يتنفس بصفة مستمرة كما سنرى بعد حين فالميزة التاحة هو أن الجلد التاني يبقى يتنفس ما عندوش مشاكل فالالياف هذه الملابس انتاع الحريقة تشرب تمسك العرق اللي يخرج من الإنسان وتخرجوا أيضا البرة احنا نشوفوا مثلا اللاعبين الكورة أو اللاعبين في الميدان آخر كل الرياضيين يعطوا لهم ألبسة انتاع الألياف الاصطناعية وهذه ما تخليهمش يحرقوا بصفة عادية المشكلة أن هذا ممكن يكون أشياء حساسيات عند الناس هذه الألياف الاصطناعية تكون حساسيات عكس هذا الحريقة الألبسة انتاع الحريقة ما تكونش حساسيات تماما وأيضا نحن نعرف بأن القباش الاصطناعي المخدوم بالألياف الاصطناعية ثاني يدير مشاكل منها الإكسيمة حتى بعض الدراسات تقول حتى الأسكلاوزون بلاك الأسكلاوزون بلاك هذه ممكن أيضا تتكون من الألياف الاصطناعية لماذا؟ لأن هذه الألياف الاصطناعية في برسنتيتيك تكون نوع من تيار كهربائي اللي يدخل في الجسم وطالما كل ما يلبسها الإنسان إلا وهذا الطيار كهربائي يدخل يدخل في الإنسان وبعض الدراسات هناك طبيب في فرنسا في الخمسينات اللي أوجد بأن هذه الألياف الاصطناعية كما النيلون كما كثير من الألياف الاصطناعية الأقمشة هذه تدير مشاكل من بين هذه المشاكل الأسكلاوزون بلاك فالملابس الحريقة ما عندهاش هذه المشكلة لأنها ألياف طبيعية الشيء الآخر هو أن الألياف نتاع الحريقة تقتل الجراثيم الجراثيم ما يفيدوش فيها أولا وثانيا ما يدخلوش في جسم تاع الإنسان ثانيا ما ترشاش الألياف هذه ما ترشاش الضوء ما يدلهاش مشاكل وحتى الحشرات اللي تحب تدخل ما تدخلش فيها وهذا شيء مهم جدا نحن نشوف بعض الأشياء أخرى كما الصوف وقعتيك الحشرات تأكل فيها وتدير فيها ثقب في الألبسة لكن الألبسة المخدومة بالألياف الحريقة ما فيهاش المشاكل هذه الاكسترامون أبصوبانت ثان كل مادة كل قماش مخدوم بالألياف بتاع الحريقة يشرب بالماء كثير وكل ما يشرب بالماء كثير إلا ويزيد في قوة قوة المقاومة فيشرب الماء ثانيا خضروا يخطوا بهم النشاشيف أو النشاف اللي نمسحو بها الأرض هذا عنده الميزة أنه يشرب بالمكسير من جهة وبثانيا ما يتعفنش يقدر الإنسان يغسلوه ويحطوه الشمس يشيح يتجفف ولكن ما يرشاش وهذا ميزة كبيرة جدا الشي الأخر عندما نعملوا ملابس من الألياف من تاع الحريقة ما يقصروش عندما نغسلوهم ما رايحش الملبس يقول يقصير علينا ولا ينطلق يبقى قابض الحال أنتهو كما هو فهذه ميزة أخرى وحتى فيما يخص هذا الليبتع الرامي هذا النوع من الحريقة الرامي هذا عنده يلمع يلمع ورطب كثير فكل ما ينغسل كل ما اللمعة تعوى يزيد وكل ما الرطبة تعوى تزيد وما يرشاش شي مهم جدا ولهذا الصناعة بدأت انتباه كثير منذ الستين بدأت انتباه لهذا هذا الرامي هذا النوع من الألياف من تاع الحريقة كانت تجاربها في الجزائر دخلوها في فرنسين في 1859 في جاردان ديسي في العاصمة بدأوا تجربوا فيها سما وكانت الشركة اللي تخدم هذا الرامي كانت موجودة في شلف كان يسموه أورليونبيت في ذاك الوقت وكانت تجارب أيضا زرع الرامي هذا في بوفاريك في 1884 وفي محمدية في ذاك الوقت سنة في 1890 في باقالم في 1038 ففي ذلك الوقت كانوا ينتجوا تقريبا بين 20,000 و 120,000 للهكتار 20,000 كيلو للهكتار هذه بين 20,000 و 120,000 لأن الإحصائيات حسب المصادر تختلف فالشيء الآخر هو هذا الرامي هذا النوع من الحريقة ينتج مرتين في العام يعني مرتين في العام نقدروا نزرعوا وننتجوا شيء عجيب جدا وهذا راح يقوي الاقتصاد تاعة البلدان فمرتين ولا ثلاثة في العام يعني شيء مهم جدا لكن في ذلك الوقت التكنولوجية ما كانش متقدمة ما كانش عندهم الآلات اللازمة باش يخدموا الملابس والأشياء الأخرى على نطاق واسع ولهذا تركوها في الجزائر في هذا الوقت لكن الآن لماذا ما نرجعش لهذه العشبة العجيبة يا إما الحريق اللي نضع عندنا إحنا يا في بلدنا ولا هذا النوع الرامي هذا ونعوده نستعملوه ويكون ازدهار اقتصادي ازدهار الصحي بالنسبة لنا مهم جدا فهناك كتاب جدا يسموه كولتوريول الرامي أبسيرفاشيون فاتو ناجيري وميني بيسان كاربين طبا هذا الزرع النوع من الحريق اللي هو الرامي هناك كتاب سموه ملاحظات حول فلاحة الرامي في الجزائر في 1883 هذا الكاتب أن تعوه هذه نومة بوتية نومة بوتية اللي كتاب هذا فهذا مهم جدا مشاهدين الكرام هذه الحلقة الأخيرة للحريقة ختمناها بهذا عندنا كلام على الفلاحة استعمال الحريقة في الفلاحة كثيرا على كلين الخطوط مفتوحة الآن لمكالمتكم كلمون على هذا كلمون على مشاكلكم فالخطط مفتوحة وفي استنتظار مكالماتكم منوصل الكلام على الحريقة واستعمالها في الفلاحة كنت سبق لي لأنني قلت في الماضي التقديم للحصة هذه بأن الحريقة يخلطوها مع الماكلة انتاع الدجاج ويعطوها لهم خاصة إذا كانت نية كانت جديدة مهيش يابسة حتى يتكون يابسة ممكن يخلطوها في الماكلة تاع الدجاج لاحظوا المختصين في الميدان بأن هذه الحريقة تقوي البيض أو التبيض عند الدجاج فالدجاج يعطينا نسبة أقوى من البيض من جهة الشيء الثاني هو الدجاج وإن يكون الحريقة تكون نابتة الدجاج يروحوا وكل الحشرات اللي تكون فيهم هكذاك عندما يحتكوا بالحريقة الحشرات هذيك تذهب منهم فيش فيه شيء بيئوي وفيه شيء غذائي بالنسبة لنا هذا بيستعمال الحريقة عند الدجاج الحريقة هذه أيضا يمدوها للبقر يمدوها للبقر ويلاحظوا عندما يخلطوا الحريقة مع العلف نسبة الحليب تطلعها بدرجة قوية جداً بعض الإحصائيات الفرنسية في الستينات كانت تجارب هناك يقولوا بأن الحريقة عندما تطلع البقر تقوي نسبة الحليب بصفة ستين بالمئة مشاهدي الكرام الخطوط مفتوحة تقدروا تبدأوا وتكلموا على تعطونا أسئلتكم ولا تكلمون على هذا الموضوع الحريقة خاصة في النسيج شيء مهم جداً بالنسبة لنا فيما يخص الجانب الفلاحي الآخر مع هذا استعمال الحريقة كعالف هناك تخمير للحريقة يستعملوه لتغذية النباتات للحفاظ عنها نحفظها من الحشرات ومن الأمراض ولتقويتها ولتقويتها وهذا بالفرنسية يسموه النباتات في أخر المطاف إذا أعطينا الحريقة للدجاج وعطيناها للبقر ويستعمل لعلاج أمراض عند القطط وعند الكلاب خاصة هنا في الغرب في أخر المطاف هذا سيقوي الصحة لأننا نأكل الدجاج ونأكل البيض ونشرب الحليب البقر في أخر المطاف هذا يقوي الصحة لأن الإنسان فاستعملها في تخمير الحريقة كيف ممكن استعمله الحريقة لتغذية النباتات ولحفظها من الأمراض ولتقويت مقاومتها هذا يسموه تخمير الحريقة تخمير الحريقة تخمير الحريقة تخمير الحريقة قبل تخمير الحريقة 10 سنوات صار مشكلة في فرنسا الشركات التي تنتج الأسمدة الفلاحية حبت تمنعه وهناك كانت نقاوم من طرف الفلاحين الفرنسيين وشهيدين الكرام نبدأ في تلقي المكالمات وعندنا الأخ أحمد من البليدة الأخ أحمد السلام عليكم أهلا بك أخويا وحدي في حالة الفريقة تستعمل نعم 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 يستعمل الإنسان يشرب أخ أحمد نحن رأنا في الحلقة الخامسة تعلق الحريقة تكلمني على كل هذا في الماضي أفهمتك فهناك موجودة ماذا يستعملون تستعملون الحريقة سهلة تروح الآن موجودة في كل مكان تقطع 10 سنتيمات التالي فوق هذوك وتقدر تدير يعني زوج اقتامر زوج اقتامر ولا ثلاثة نعم 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 اخلاص تقدر تروح اليوتيوب وتدخل المغاربية وتشوف كل الحصص الاخرى موجودة استحمد بارك الله وفيك عندنا العيد العيد من تزوزه عيد 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 اهلا بك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اترضى الخوية قلت مع انتفاخ مليحة مليحة لماذا الحريقة مليحة 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 بخاصة العروق انتحة يعني العروق انتحة اللي يستعملهم لبرستات هل عندك مشكلة مع البرستات اتبوقتك عندي انتيمير انتيمير تبرستات حميدة او سرطانية سرطانية مليحة تستعملوا هذا ما يعني ابقى مع الادوية تعطبة وتستعمل الحريقة بالنسبة لنا ما في حتات تضارب مع الادوية تقدر تغلي العروق التحها وتشربهم ايضا سي 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 العيد ممكن تطفي التليفزيون يعني نسمع في نفسي انا نسمع في تليفزيون ديالك طفي التليفزيون التليفزيون هنسمع فيه نباك دوي داكو هيا قلت لك العروق نحن تكلمين عليه في الاسبوع الماضي وقبل الماضي السيليد يبدو ان السيليد يعني سيليد يبدو ان السيليد فقدناها على كلين يرسي العيد يقدر يروح للمغاربية في يوتيوب يشوف حصة دواكم في يديكم ويشوف الحصص اللي تخصصناها للحريقة هذي ارانا في الحصة الخامسة درنا ارباح حصص فيقدر يشوفها عندنا الاخ فريد من الجزائر سي فريد سلام عليكم السلام عليكم اهلا بكويا الحمد لله دكتور عندي وريدي معاود الكبدة معاود واش الكبدة معاودها في بلوكسال أيوا اهلا بكويا اوهلا بكويا اوهلا بكويا اوهلا بكويا اوهلا بكويا الحريقة والهندبة متكلمنا على الهندبة بيشوف الحصص ملاح بزاف فيما يخص المشاكل الكبدة لكن كان حاجة اخرى الكرمبيت كرمبيت تعمل بها عاصير تكبرت انكس خاكتور دوجو اللي اللي تعصر وش حال في عمرو اوهلا بكويا اوهلا بكويا تقدر تعطي له كاس صغير الصباح وكاس صغير الاشياء تاع العاصير تاع الكرمبيت واذا شفتوا الزوق تاعه جه قوي خلطوا له مع العاصير تاع الزرودية هذا مهم جدا فيما يخص الكبدة لكن الهندبة بيشوف الحصص مع الحريقة بين اثنين اثنين عندهم مفحول قوي يغسلوا الكبدة بطريقة قوية ويخلوا الخلايا تاع الكبدة تجدد من جديد وقدروا هاتزانة ندير هاتزانة طبعا اذا كانت الناشفة فريشكة هكذا تخذ سبعة وراق هكذا تديرهم في كاس غير يغلي الماء فروا فوقهم ما تغليهاش الحمد هذا هو سخونة سخونة أحسن كل شيء سخونة يكون مليح لكن ما تغليهاش نغلوا نغلوا الويزة ما هوش هكذا لابد انسان يوضع العشبة يوضع العشبة في كاس واللطويس وغير يغلي الماء يفرغوا فوقها ويغطي وخليها خمس قائق هذا هو الله يسترمي الله يسترمي الله هنيك بشف عليه ان شاء الله في انتظار مكلمات أخرى مشاهدين الكرام نواصل الكلام على استعمال الحريقة في الفلاحة قلنا الحريقة هذه المنظمين نعمل بها هذا اللي اسموه تخمير الحريقة أو في فرنسا الشركات اللي تخدم الأسمدة حب تمنعه عند عدد العشر سنين كانت ضجة كبيرة في فرنسا حابين يديروا قانون بيمنعوا استعمال الحريقة في الفلاحة هذا إنسان واحد عنده حقل وعنده الحريقة وحاب يستعملها في حقل وحاب يمنعه بيستعملها هذا ظلم فالفلاحين الفرنسيين قفزوا قفزة قوية وقاوموا هذا وفي آخر مطاف الشركات اللي حابت تضغط على الحكومة بيدي القانون ما نجحدش ولا الحمد لله فالناس ممكن يستعملوا في فرنسا وفي أنا قد نستعملوها يتخمير الحريقة باش يستعملوها في نبات كيف يستعملوها كيف يخمروها يقبضوا الحريقة يقبضوا الحريقة يعمروا بيتية تحتب ولا تحتب ولا تحتب ولا تحتب لا يوجد حديد بعدوا على الحديد البتية تحتب ولا تحتب يعمروا بالحريقة هناك هناك وصفتين إما يديروا كيلو في عشر ري ثلاثماء ولا تحتب كيلو في عشرين ري ثلاثماء ولا ثلاثة كيلو في ثلاثين ري ثلاثماء ويخلوه يبقى هكذا لمدة أسبوعين تقريباً ولا هذا إذا حبوا يستعمله كأسمد أنغري ولكن إذا كانوا حبوا يبعدوا الحشرات عن نباتات وكل شيء يقدروا كيلو في عشرين ري ثلاثماء يعني أضعاف عوض يديروا كيلو في عشر ري ثلاثماء باش يبعدوا الحشرات يديروا كيلو في عشرين ري ثلاثماء انتاع الماء وهذا رح يبعد الحشرات عن نباتات وحتى يقويها بنفس الطريقة فعندما يديروا هكذا قلنا يخلوه لمدة أسبوعين تقريباً هكذا وكل يوم يقبضوا مطرق ويخلطوا يخلطوا المكان الحرائقة هذي بالمتاحة وفي آخر المطاف وش يعملوا؟ يصفوا كل هذا يديروه ويحفظوه في بعض البيادن باش يستعملوه فوق النباتات كيفاش يستعملوه فوق النباتات؟ يروحوا ياما يسقوا النباتات به ياما يقبضوه يديروه في زجاجات اللي تضخ الذي يدخل العاصي والذي يوم باستخدام اقبضوا النباتات في منتاحة الهوراق وهذا ستستوعب الأوراق الأوراق ستستوعب الأوراق ستستوعب هذا يمكن أن يستعمل الإنسان مرتين في الأسبوع مثلا السنين أو الجمعة يرى النبات الطماطيش البطاطة السرودية كل النبات كل الخضر وكل الفواكه ستستفادة قوية من هذا بدون أن نستعمل المواد الكيميائية والأسميدة المستنعة يمكن أن نستعمل الأوراق دوماً دوماً المصدرات المصدرات ومن ثم المصدرات ومن ثم المصدرات ومن ثم الذهاب في الصحراء المصدرات مناسب الدائنة وش عندو. سمعك مليح. نعم فقط نعم فقط نعم انها سماك فيك مليح هاك انها سماك فيك وكذلك عنده وراء نعم قلت لي سماك عنده زوج في الريع واحد في الريع يمنى واحد مكتشوق في القصة بالهوائية مل تبني الريع هنا نعم قلت لك اراه مع الأضباء محنتك رأي يداوي عند الأطباء ما زال ما أعطوه حتى أدوية ووقت عملونه التشخيص عند وقت شر وما تعطوه حتى أدواء ما قلونه شوش يدير يدير لشيميو وراديو طيب يدير لديوكي نزل متنادر شوف خلي التليفون عند الإخوة هنا نتعلم فيما بعد ونعطيك بعض النصائح نعم التليفون تلك الإخوة يقبضوه وفيما بعد نتعلم الخط مرش مليح يبدو يبدو الأخ صحراوي فقدناه لكن الإخوة مسكوا التليفون تلكهم فقلنا هذه المادة فهذا العشبة العجيبة للصحة التعنام ممكن نستعملها في الفلاحة وفي الفلاحة نستعملها عوض ما نستعمل للأسمدة الإسطناعية الأسمدة الإسطناعية ممكن تفيد لكن تنحي كثير من الفوائد التعالي الغلة لأن الأسمدة هذه مستنعة مخدومة في المعامل ما خلقها شربي ما هيش طبيعية وبالتالي ديرنا مشاكل فهذا استعمال تخمير تخمير الحرقة قلنا نستعمله تقريبا أسبوعين مرتين في الأسبوع بصفة مستمرة عندما تكون النباتات تتمض يعني بين حسب البلدان بفبراير ولمارس إلى تمام إلى أكتوبر يعني في موسم الفلاحي وهذا مهم جدا يعطينا نباتات شوفوك النباتات كباش تقوى الشيء بارك اللي أحبت أن نقوله هو أن هذا التخمير الحرقة قالوا عنده رائحة قوية جدا الرائحة قوية جدا لكنه طبعا ما نخلوهش إلى داخل البيت يكون يمى في حدقة كبيرة بعيدة على الدار وإلا في حقل وحد أخر عنده هذا الريحة لكن يغضينا النباتات يحفظهم من الأمراض ويقويهم وبهذا الطريقة نحن نستفيد كثير عندنا الأخ حميد من ورن سيحميد سلام عليكم سيحميد من ورن يبدو أن سيحميد فقدناه سيحميد لا علينا على كلين هذه تقريب الخلاصة للحرقة لكن على سبيل التذكير لنا بعض الإخوة مكلمون وقال لك ما يعرفون كيف تعمل؟ قلنا بأن هذه الحرقة تلخيصاً لما قلناها في الأسبوع الماضية أنها تنقي جسم الإنسان اطهر كل الخلايا وتذوب كل السموم التي تتراكم في جسم الإنسان من الماء من الهواء من المكلة من الأدوية هذه الحرقة تعملهم الإنسان اللي يشربها يومياً في الموسم متاحة يعني تقريب ثلاث كيسان في النهار يديرها كما نقول إحنا يتزانة أو شيء متاع الحرقة فهي سان من جهة تنقي ومن جهة تغزي لأنها فيها معادن وفيها فيطامينات كثيرة وتساعد كثير من الأدوية أجهزة في جسم الإنسان كما قلت للإنسان اللي كلمنا قبل أنها الطهر الكبيد تقوي الكبيد بصفة عجيبة خاصة إذا كانت مع الهندبة اللي تكلمنا عليها مقبل الجهاز الهزمي أيضاً تقويه لاسيدوغيك هذا اللي يعطينا النقرص تشيل وتخرجه من الدم بتاع الإنسان عندها ميزة أخرى لأنها تكفح مرض السكر الحساسيات الحساسيات الناس اللي عندهم حساسيات تساعدهم كثير وأمراض الجلد تساعد عليها كثير كثير عندنا الأخ محمد منتزي وزوس السلام عليكم مسيم محمد واشركت بيب سبعة الله يسلمك بارك الله وفيك وياهلا بك بش مرحل وقت عيض لك بش مرحل وحجور كي رح لدرخاء وشيك بديك المو ما ليش اسمعتك أمانس محبك بنا؟ فإن اتكلم نعم كما تعني أنا أقول أن مثل الآن أنا أقول أن طويلًا ل أن أقول أني لا أصبح 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 لكن الأن لما كنت تجعل النقاط النقاط انه حوانًا أنه أبنًا أبنًا نقاط الآن النقاط أبنًا يحن تكون محاباً بعد محاباً نعم, نعم هل تعرفت أمه لا تعرف محاباً لا تعرف أمه لا تعرف؟ أمه لا تعرف أمه؟ أحيان. نعم ، سوف تحاول تأخذ المب المزن الممப – ملعب السفر عامل نعم 2 citrons 2 citrons dans 2 litre d'eau في النهار خوزها كذلك بعد كل كل ما هو الحم ما قلت شامنا تقبل en général après 5-6 jours le système digestif se rétablit très bien إن شاء الله donc تقدر تقدر تحاول بهذه ومبعد إذا شفت القضية متصرحاتش ممكن تحاول به parce qu'on sait جميع يوجد يوجد مالذي يوجد مالذي يوجد نعم دع 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 ممكن يكون البواثر ممكن يكون حاجة وحد أخرى نعم 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 البواثر نعم 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 تحاول تحاول مالذي 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 الحريقة هذه موجودة عندكم كبروفوزيون تقدر بها تحاول مالذي مالذي تحاول من جهة تحاول مالذي ومن جهة أخرى عندك الماء بالليمونسان وليست تحاول انجون تراباتيك بعد الماء لمدة 4-5 يام رحل تحاول تحاول التحاول للشخص 4-5 يام انجون تحاول 5 يام تحاول 5-4 تحاول 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 لتدع تحاول 45 يوم مستخدم لأكل الشباب بالطبع لكن يمره إلى البيان تطرير لأكل أمر أليس بأنه لا يوجد الأمور ونستخدم لطوس عارهم أو حتى الإصباد أمر جدا أمر جدا شعر جدا شعر جدا لأنها منتشك ويعمل جمن هل يمكن أن تقوم بمانتة ومانتة؟ نعم لكن لا يجب أن يضع كل جديد هذا هو ملحف ملحف يجب أن يكون ملحف نعم نعم وإذا أردت تحسن بعد خمس يام نحن نقول نعم نعم أنا أختي مالكة من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أنا أختي مالكة من الأخصص لدي أخيص من g 예عبين يأخذوني نعم يأخذوني أخذوني ولكن يرغبون الحكة ولكن يأخذوني يجبوني كثير كاملا ملكة حتى ما هي أخذونك المجددة؟ أخذوني أخذوني نعم 60 اللازينة ليس ولا حيام سبدة وستر ما يحبس ليش ولا تهديك دوليك ما تحبس ليش ما تحبس ليش شغل بالمال يشرب الدولات من الدوار صح الحاجة خليني ذوك نقول لنا كالناس اللي يكلموا من بعدك أولاً عندك الكوركم تعرفيه الكوركم نعم الكوركم الكوركم تأخذه الغبرات تأخذه مغر في كل صباح هذوك الزنتي انفلاماتوار أنا نصحك نصحك تحبسيهم عندما تخضي يضروك يضرو بزاف في المعدة يضرو ممكن يديرو لك حتى قرحة يديرو لك ألسار ولا حاجة الإنسان ما يكسرش منهم أولاً لو تخضي الكوركم كل صباح مغرف بالما شوية ما سخون قبل ما تشربه القهوة نعم الشيء الثاني تأخذي من شعب تأخذي تعصري الكورومبيت كانت ألات اللي تعصر الكورومبيت عندي عندي لي قبول يفسر عندي لي هذا كان يوجد صباح لكي تأخذي لي لي يعصر يرد لك يعطي لك المابرك يعطي لك يعطي لك نعم تقدري تدري شوية كورومبيت و شوية زرودية تعصريهم وتشربي زوج كيسان صغار كل يوم كل يوم كل صباح وليدي عشان بعيد على الماكلة يعنيưng خلينا قولو بعيد على الماكلة إن شاء الله ها دي عندك الكوروم عندك الكرومبيت والكرومبيت والكرومبيت نعم تدري الكرومبيت و المتع الزرودية و المتع كرومبيت والكرومبيت والكروم في الماء والكروم تشرب بيديري مو غرف فديري يفيفهم مكمو و أكبميها بشوية مسخون هذا الشيء الثالث الشي الثالث تقبض الكرومبيت ووراقة الكرومبيت تطحنيهم شوية تعقب عليهم الرولو الباتيسري تحبطيهم بورقة وتسخنيهم في الليل تسخني زلتوراق وتديرهم على الأماكن اللي وجعوك ركيبك تربطيهم وتديرهم حتى للصبح الحجة هل فقدنا هل فقدنا هل فقدنا الحجة أمريكا الحجة أمريكا يبدو فقدناها عندنا الأخ محمد من الجزائر سلام عليكم مسي محمد السلام عليكم السلام عليكم هل ان بيكويا بتحضير خريفة الشباب العراق عرق عرق عرقة عرقة خير إن شاء الله خير يبدو أن بقضنا الأخ محمد أيضا هل من المكلمات أخرى وشهيدنا الكرام بهذه المكلمة الأخيرة للأخت ماليكة وبقضنا الأخ محمد ننهي هذه الحصة إن شاء الله ركما ستفدتم من هذا الكلام الكثير المتكرر بعض الأحيان للحرائقات وهذا كانت إطالة أردتها أنا حتى الناس تدخل في رأسهم بأن هذه عشبة ما نرموهاش وما نبعدوش عليها لأنها تحرق البل نستعنوها في كثير من الميادين في الصحة نتعنا نستعنوها كشربة كتزانة كلبخة في الأماكن التي تجعنا يعني فيها أشياء كثيرة ونشوف في قضية النسيج المختصين يقدروا يفكروا في هذا ويشوفوا إذا يقدروا يديروا بها في الحوها في الجزائر ويديروا بها ملابس أيضا مشاهدينا الكرام إلى الأسبوع القادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا